لا أحد يعلم ما تخفيه هذه الأرض من أسرار تحتها فكلما ازدادت عمليات التنقيب تظهر ملامح القصور داخل مدينة نينو الأثرية وهذا هو الموسم الثالث للبعثة الإيطالية التي تعمل على التنقيب لكشف ما تخفيه مدينة نينو الأثرية من قصور أشورية الجهة المنقبة هي جامعة بولانيا الإيطالية من جامعة بولانيا وهذا الموسم الثالث فمثل ما تشوف الحفريات والأعمال التنقيب جارية الموسم الثالث بدأت يوم 9 أيلول هاي الغرف اللي خلفنا شنوا هاي بولانيا هاي غرف قاعات قاعات سكنية أشورية البعثة جاءت من جامعة بولانيا وتعمل بالتنسيق مع مفتشية آثار نينو وتهدف البعثة أيضا إلى صيانة بوابة النرقال الأثرية بعد رفع الأنقاض عنها ومعالجة الأضرار التي تسبب بها تنظيم داعش نحن هنا لمعينة أضرار بوابة النرقال التي تسبب تنظيم داعش الإرهابية بتدميرها كما سنقوم بإزالة القطع الكونكريتية والأنقاض الأخرى وصيانة البوابة ونعمل أيضا في هذا الموقع داخل أحد القصور الآشورية وكلما ازدادت عمليات التنقيب اكتشفنا العديد من الأشياء الجديدة والمهمة تعرضت المدينة الأثرية لعمليات نبش وتخريب على يد الإرهابيين وتضررت الكثير من المواقع بسبب عمليات التجريف وتعمل اليوم أكثر من بئثة أجنبية في هذه المواقع للحفاظ على ما تبقى من آثار نينواء من الموصل محمود الجماسة قناة التغيير